انا ملاحظ لان احنا هو يعني عملية احنا لسه مدخلناش موسم صيف فانا شايف انه اللي كنا بنسميها زمان عايشة يعني بقيت فيلا لحاجة شياكة خالص لأ ساكنة وناس وموجودة وخلاص بقيت حياة يعني هو فيه سكان كتير جدا من مدينة دميات القديمة بقوا عايشين دلوقتي في راس البر سابوا دميات وعاشوا في راس البر ودي تجربة على فكرة غريبة جدا انه مدينة مصيفية تتحول الى مدينة صحية طول السنة يعني كان في سنة السحل الشمالي زمان يحصل كده لحد مجلسيات الرئيس وقرر يعمل العالمين الجديدة عشان تتحول لكده تبقى مدينة شغالة طول السنة فراس البر سابقى برضه راس البر على فكرة مميزة جدا مميزة في التخطيط وفي النظام بتاعها يعني ممكن انا فكرة راس البر خدت سنتين على التوالي جائزة التميز الحكومي لان هي لو حضرتك تلاحظ يعني ان هي كلها شوارع كلها الشوارع متقطعة ومتعرضة على شكل مربع متأس مربعات صغيرة نهايته كده نين نهايته كده بحر فالنظام ده والتخطيط الجميل ده مش موجود كتير في مدن كتيرة يعني فطبعا هي مميزة جدا فكان بس يعني في حاجات تحديات بسيطة كده بنقدر نبص عليها ونتغلب عليها عشان نخليها مميزة يعني كمان ممشى اللسان اللي موجود في بعد القتيل هنا ممشى اللسان ده متهالك جدا وبدأ يعني يتساقط منه بعض الأسوار وكده فاحنا دلوقتي بنطوره داخل مشروع كبير قوي هنعمل ممشى لسان حديث يعني ومطور بدأنا فيه دلوقتي عظيم جدا